وصلنا على آخر بارت بالإبيزود 6 رح نختم بالVLSM بالVLSM عنا a serious limitation وقتها نستعمل a single subnet mask across a given network prefix بتصير الشركة محصورة بهالعدد الفيكس من fix sized subnets وفي ثلاث نقاط بقول subnet already subneted network address conserves IP addresses and uses the available address space بطريقة efficient اكتر VLSM allows the Niveau hierarchic within an addressing plan تعو ناخد كذا example مثلا ال network address 10.0.0.0.0.8 سنقاط بحضب نتوارعين على ال string سنقاط بحضب 256 نتوارك من 10.0.0.0.0.6 إلى 10.255.0.0.0.6 إذا أخذنا هذه ال network ال address 1.168.20.32.26 في 30 usable addresses لكن المشكلة انه ال network على 1 link يعني بحاجة بصنة 2 address لذلك يجب علينا 28 إي بي أدرس و لم يستفدنا منهم إذا أخذنا الانف 2.168.20.32.26 و قصمنا على subnets.30 يصبح لدينا نتورك أدرس نستعملهم للوان لينكس مثلاً يصبح لنا نستعمل الانف 2.168.20.32.30 والانف 2.168.20.36.30 كيف عملنا هذا السبنتينج للسبنت نتورك؟ نحن في خلال قدنا في القناة 5 بي تسعملين يسبب 4 إي بي تسعملين إي بي تسعملين أدرس أو أدرس، وأهدرس يا إي بي تسعملين تسعملين ثم نستعمل هذه إي بي تسعملين ثم الانف 1 بي تسعملين الانف 2.255.25 إلى 15-20.30 يخلق لدينا 8 ناتورك أدرس ومتل ما بيقول المتال If you know how to subnet, you can do VLSM Always satisfy the requirements of the biggest LAN and then work your way down وقبل ما أختم هال بارتية رح قول شو هنى الستابس تبع VLSM بالتحديد List the number of hosts required per network beginning with the largest to the smallest Then convert the subnet mask to binary Draw a line where the network portion ends سألوا حالكم هالسؤال How many bits do I need to support the required number of hosts Move the line to show your new network portion Determine your new magic number Finish subnetting using the new magic number The starting address is always the first network And you cannot go past the next network of the previous level And you cannot go past the next network of the previous level وهيك منكون وصلنا لآخر هالأبيزود نشكر شركة CB Electronics على دعم لقلنا شركة CB Electronics هي شركة إلكترونيكس و IT وبتقدم services رائعين يمكنكم تتعرفوا عليها أكثر عبر الويب سايت اللي عم بيمرقناه بالفيديو إذا اخذين أي ممبرشيب رح يكون عطول عندكم اكسس على هالفيديوز قبل بكم شهر مما يصيره public ومنشكر كل الأشخاص يلي اخذين سبسكريبشن وعم يدعمونا لنكمل بالكونتنت تبعنا وللأشخاص يلي مش اخذين سبسكريبشن فيكن تدعمونا عبر أي كريبتو كوين بتستعملوه نشوفكن بالأبيزود 7 لأشرح الريب فيديو إن ديتيلز ترجمة نانسي قنقر